لا سك على بياض يقدم للرئيس يقول الاتحاد التونسي للشغل في رسالة للرئيس التونسي قيس سعيد بعد أربعة أشهر على إجراءاته للستثنائية وما أعقبها من انقسام سياسي وشعبي داخلي بين مؤيد ومعارض أصبحت الوضع في تونس سياسيا يعيش حالا من الانقلاق حالا من عدم الرؤية وصفها حتى السيد نوردين طبوبي الأمين العام الاتحاد عم سير الشغل بأنها حال الظلام وقد قال الطبوبي في خطاب أمس أنه لا يمكن أن يسير وراء شخص يقود في الظلام وهنا يخصد قيس سعيد أعتقد هذه الحالة من الظبابية السياسية لابد أن تنتهي وقد كانت هناك محادثات كثيرة مع أطراف أجنبية مع السيد الرئيس قيس سعيد كما هناك محادثات داخل تونس ومطالبات بإنهاء هذه الحالة الاستثنائية من شمال البلاد وتحديدا من ولاية بنزرت يتحدى رئيس حركة النهضة الرئيس التونسي الذي جمد البرلمان يصرح راشد الغنوشي بملء فيها أن مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره وأن البرلمان سلطة تأسيسية أنجز الكثير بينما عمل أعداء الثورة على تشويهها في المقابل أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ضمنه رفضه المساندة المطلقة لإجراءات الرئيسة مطالبا إياه بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية حركة النهضة وعلى رأسي راشد الغنوشي تريد أن تعود على الساحة من الباب الكبير ونذكر جيدا كل المظاهرات التي حددت خلال الأسابيع والأشهر الماضية وكانت تظاهرات تساعدية من ناحية الشكل والعدد وأعتقد اليوم بعد الهوى والضعف لشهدته حركة النهضة منذ يوم 25 جوليا بدأت تدريجيا وبدأت تلملم صفوفها وتجمع قوتها والآن أصبحت أعتقد هي قوة معارضة جديدة لقيس سعيد تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية يرى مراقبون أن تونس لا يمكن أن تصمد أمامها طويلا مهما كانت خيارات الرئيس قيس سعيد وقرارته فوسط حالة الانسداد المستمر أظهرت آخر الأرقام أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 18% وبلغت مستوى غير مسبوق لدى الشباب يتجاوز الـ 42% منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد